وهو الخبر الأول مجلس الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب يطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة بتدخل ومحاسبة رئيس نادي الزمالك على تجاوزاته وإثارته للفتم بين الجماهير وترويج الأكاذيب المتكررة واحتماؤه خلف الحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقا للقانون ونحذر من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين ويناشد النادي الأهلي بالتدخل القوي لتنفيذ القانون ومثوله أمام الجهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري ده البيان الأول النادي الأهلي قدمه صباح اليوم اشتركوا في القناة